بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذه الآية الكريمة تبين لنا أن القرآن الكريم كتاب هداية ومعنى أنه كتاب هداية يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث أخرجه الإمام الترمذي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن مخرج منها فقال صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد هذا بيان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لهداية القرآن كيف تكون الهداية هذا الكتاب العزيز الذي نزل منذ 1400 سنة أو يزيد فيه قصص الأولين وخبر الآخرين وأحكام الشريعة والدين به يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب يؤثر في القلب ويؤثر في الحواس ويؤثر في العقل كم من حافظ لكتاب الله قاده القرآن إلى الهداية كم من حافظ لكتاب الله جعل الله القرآن سببا في نجاته فإن القرآن الكريم حين يخالط القلوب تسعد وتهنأ وتطمئن وتشعر بالسعادة في الدنيا وتشعر بالجزاء الأوفر عند الله سبحانه وتعالى حين يبين الله لنا أن القرآن كتاب هداية فهذا يعني أنك تستطيع أن تستخرج من آيات القرآن الكريم ما يسبب النجاة للعالمين أجمعين وما يحقق الهداية للبشر جميعا هذه الهداية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب فكم من قصة ذكرها القرآن الكريم وهي تشتمل على دروس وعبر وعظات تبين للإنسان كيف يسعد وكيف يهنأ وكيف يحقق السعادة قصص لأقوام آمنوا بالله سبحانه وتعالى فكانت لهم العاقبة الحسنة وكتب الله لهم النجاة وقصص لأقوام كذبوا بدعوة الرسل واعترضوا على الإيمان بالله وعصوا الله سبحانه وتعالى فكان لهم الهلاك وكان لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة هذه هداية القرآن على مستوى الأمم والشعوب وثمت هداية أخرى تقود المسلم نحو صلاح الدنيا والآخرة فمن حفظ المنهج وقرأ آيات الكتاب واستجاب لدعوة الله سبحانه وتعالى أحب الصلاة وأحب الزكاة وأحب الطاعة وعرف الصالحين وسار على نهج الدين فكان مهتديا في هذه الدنيا وهداية القرآن كذلك تشمل الحياة الآخرة فحين يقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني يقود للسعادة فمن اتبع هدي القرآن نجى يوم القيامة وهذا يبينه سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فمنازل الآخرة بعدد آي القرآن الكريم فكلما قرأ العبد في يوم القيامة ارتقى واقترب من النجاة ودخل جنة الله فهداية القرآن تشمل الأفراد وتشمل الأمم والشعوب وهي هداية دنيوية وكذلك هداية أخروية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الهداية وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يرزقنا حفظ القرآن وفهم معانيه والعمل بما فيه إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته